طب هل العائلات ليها برضو تأثير في الاختيار؟ يعني هل وأنا بختار؟ لازم أشوف العيلة وأشوف إيه في العيلة؟ إيه المهم اللي أنا أشوفه في عيلة الشريك؟ يعني عشان أقول ينفع نبقى مرتبطين ولا لأ؟ القيم والأصول والتربية بتاعت زمان بيعملوا بعض إزاي؟ بيحترموا بعض إزاي؟ بيحل سرعاتهم إزاي؟ بيحتووا ابنهم إزاي؟ بيحتووا بنتهم إزاي؟ تفكيرهم المادي عامل إزاي؟ تفكيرهم الإجتماعي عامل إزاي؟ ما يكل الحاجات دي حتى لو زوجتك ما تأثرتش بيها ما هترفلكت على أولادك في المستقبل ما أنت مش هتاخد أولادك ومراتك وتعيش في كوكب تاني في الآخر هيروحوا عندهم وانت هتيجي عندهم وهم هيجوا عندك وهكذا فبشكل أو بآخر لازم لتسقع فإلا حضرتك هتتجوز منها تبقى قريبة منك جدا طيب من الحاجات المهمة قوي اللي احنا دايما بننصح بيها الناس أنك من غير ما تفكر عشان للأسف الجيل الحالي لا بيسمع كلام بابا ولا كلام مامل يأس يد يروح لحد محايد relationship coach لطبيب نفسي لمعالج ويبدأ نعمل حاجة اسمها قابل ثرابي اللي اتنين يعودوا مع الطبيب أو الكوتش أو غيره ويستكشفوا مشاعرهم ويشوفوا إذا كانت حقيقية أو لا ويشوفوا كل واحد صفات تاني وعيوبه هيقدر يتحملها في المستقبل أو لا لأن الأهم من صفات الحجوة ده خلاص قررنا خطوبة جواز على طول يعني دي أكتر حاجة ننصح بيها الناس وانت تقنع اتنين أي كابلز دلوقتي مرتبطين ازاي يقنعهم من هما الاتنين يروحوا لlife coach من البداية عشان يعرفوا إذا كانوا هيتفهموا ولا لا بعد كده مش يتفهموا ولا لا وكده كده ما فيش لا طبيب ولا معالج ولا كوتش هيقولوا تعمل إيه أو تعملي إيه بس هيستكشفوا مع بعض تحدياتهم أفكارهم قناعتهم قيامهم فبدأ أشوف دي مناسبة بالنسبة لي أو لا إيه أكبر التحديات اللي بتقابل أي اتنين بيرتبطوا هي فعلا فيه تحديات إحنا عايشين كل يوم في تحديات كل يوم تشالنج جديدة في الحياة إن أنا أقدر أزقف وكمل واستحمل وضحي لا تحدي تحدي كبير إن أنا أشتغل وانجح واتجوز وخلف وربي وطلع أولاد متعلمين محترمين متربيين أقدر أحافظ على علاقتي بأهلي وأقدر أحافظ على علاقتي بأهل جوزي أو أهل شريكي دي تحديات كبيرة قوي إيه أكبر حاجات المشاكل اللي بقابلها في وسط كل سلسلة التحديات دي إن إحنا بندخل كل الحاجات في بعض ومفيش حاجة بنعرف نعملها بكواليتي أو بجودة فأنا بروح البيت بغض النظر عن الزروف الاقتصادية والمادية اللي هي ضغطة كل الناس طبعا لكن هنتكلم بقى ممكن وأنا مضغوط الضغط مش هيروح فروح البيت بشتغل ومفكر في شغلي فباهمل ولادي فباهمل زوجتي فما فيش كواليتي بروح أعود مع أبوي وأمي نفس القصة ما فيش كواليتي بروح أعود مع صحابي ما فيش كواليتي فقاعد ومش قاعد موجود جسدا ولكن عقلا وزهنا في حتة تانية صح فلو أنا بدي كواليتي لكل حاجة أنا بعملها ودخلت البيت رميت الشغل دخلت عند أبوي وأمي رميت كل حاجة ورايا وهكذا في كل جوانب الحياة ده أكبر تحدي بيقابل الأزواج ليه؟ لأن بيخلينا ما بنعرفش نسمع بعض أوكي؟ والراجل مش محتاج أكتر من حد يسمعه بعمق والستة مش محتاج أكتر من حد يسمعها بعمق دي من أكبر التحديات إنه هنعرف نسمع بعض إزاي إنه هنعرف نعبر أصلا إزاي عشان كده أنا بلاقي دلوقتي بلاقي حالات أنا باحترمها جدا وبقدرها جدا القابل يبقى ناجح جدا في شغله وصاحب شركات ما عارفش إيه وعامل إيه تليه يقولك أنا أول ما أدخل البيت أنا بدخل ألعب مع أولادي ده وقت البيت بقلع البدلة وبشيل كل المسئوليات والشغل اللي عندي ونقل ألعب ونهزة ونلعب مع بعض بلاي ستيشن ونعمل بقوله أنت قادر تعمل ده ويقول لي آه لأن ده الوقت بتاعه وبعد كده مراتي أشوف اليوم في الأجازة بناخد ويك أندو مع بعض بنستمتع جدا باليوم بقى قفل تليفوناتي ولو عندي كوارث في الشغل بقى في التليفون وهي كمان تقفل تليفونها لاحبش عايزين نسمع أي مشاكل هل نتفق على ده من قبل الجواز؟ طبعا يعني الناس اللي فعلا بتدي كواليتي للوقت بتاعه حتى لو ساعة في اليوم بس الساعة دي ساعة كما يجب من أول ده والله لو نفس ساعة بس نفس ساعة بجد هتفق مع ولادي ومع جوجتي ومعايا أنا شخصين هتشحني أنا كمان لكن حتى الأجازات إحنا عندنا إليس ثقافة الأجازة ودي فيها حتى بقى مهمة جدا إن وقت الكواليتي ده أو الأجازة أو الوقت اللي بنوضع مع بعض ده مش مجال لنقاشات البيت اليومية اللي هي هنصرف منين وهنكمل الشهر إزاي وهنعمل إيه في الجمعية وهنعمل إيه في الإيجار وهنصدد قصة المدرسة إزاي كواليتي تايم عشان نسمع مشاعر بعض عشان نشوف إحنا الصبح هندفع الإيجار منين آه نجدد مشاعرنا نقول كلام حلو البعض بقنا فترة ما تكلمناش ما خرجناش ما سافرناش يعني الحاجات دي الهزار اللي بيحصل في الأجازة والروح الحلوة دي بتخلي الحياة أحلى